كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصدرات المصرية لجيبوتي مسجلة 82 مليون و300 ألف دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 37.5% عن نفس الفترة من عام 2020 وبلغت قيمة الوردات المصرية من جيبوتي 34 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 42 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة بلغت 79.2% كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي لتصل إلى 86.5 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 39.1% من نفس الفترة من عام 2020